مساء الخير أصدقائي تعقيبا على فيديو يوم أمس أحب أشكر كل من كتب تعليق إيجابي أو شارك تجربته تكلمت عن لعنة الضرائب المصاحبة للجنسية الألمانية ورأيت تفاعل كبير البعض وأخص بالذكر بعض المتابعين الجدد كانوا بدون معلومات وبجه الكبير كون لم يسمع بشيء ما ما عنده معلومة ما حاول التشكيك بما قلت بالفيديو وأريد أن أستبق الأحداث كون الفيديو حقق تفاعل فستجدون بعض القنوات الأخرى تتكلم عن ما قلت بالفيديو بعبارة دائما أسمعها وهي البعض يقول على اليوتيوب البعض يقول على التواصل الاجتماعي وبعض القنوات تروج لسلبيات الجنسية الألمانية ما أريد قول أصدقائي وهو شيء مهم للجميع لكل من يتابعني هو لا تصدقوا كل ما تسمعون بوسائل التواصل الاجتماعي وابحثوا دائما عن الحقيقة بنفسكم اكتب مثلا على محرك بحث جوجل عبارة اللي هي أوس باندرونج شتوية أي ضريبة الهجرة اكتب على محرف بحث جوجل عبارة أو يعني كلمة هذه ضريبة متعلقة بمن يملك الجنسية الألمانية سواء كان الألمانية أو مجنس أجنبي أو عنده جنسيتين أو فقط الألمانية من يتركها ويستقر ببلد بالخارج ابحث عن هذه العبارة راح تشوف نتائج بأم عينك اكتب عبارة أي ضريبة الميراث هذه ضريبة يدفعها كل من يسكن بألمانيا سواء كان أجنبي أو ألماني وكل من يهاجر لخارج ألمانيا يعني يعمل أب ملدونج نظامي ويعني تكون عنده جنسية ألمانية هذه ضريبة مجبر على دفعها حتى بعد مرور عشرة سنين على تواجده خارج ألمانيا أما الأجنبي سواء كان عنده إقامة دائمية أو عنده غير نوع من الإقامة لما يترك ألمانيا طبعا لما يترك ألمانيا معناه يعمل أب ملدونج يعني لا يكون عنده عنوان سكن دائم بألمانيا لما يترك ألمانيا الأجنبي ما علي هذه الضريبة وابحثوا عن كلمة أخرى اللي هي شين كونج شتويا ضريبة الهدية من يكون ألماني ويعمل أب ملدونج يترك ألمانيا يكون مطالب خارج ألمانيا بدفع هذه الضريبة اللي هي ضريبة الهدية حتى إذا كان يسكن بألمانيا وكان أجنبي أو ألماني فهو مطالب بهذه الهدية إذا خرج من ألمانيا وحصل على هدية مثلا أحد صديق عم قريب غريب أي شخص أهداك سيارة أو بيت أو مثلا كمية من المال أو ثروة فلما يعني تأتيك هذه الشيء فممكن أو يجب أن تدفع شينكون شتوية إذا حاولت تصير ذكي وتتذاكي وتتهرب غريبيا وما تخبر ألمانيا فألمانيا عندها شيء أيضا كتبوا عنه تبادل المعلومات كتبوا عن هذه الأمور كتبوا عن هذه المصطلحات حتشوفون تفاصيل كاملة ووافية باللغة الألمانية واستعينوا بالمترجمين إذا حبيتوا تتحققون من المعلومات وما ستجدونها على الإنترنت حتى رسالة لمن يريد تقليد الفيديو الذي أعمل الآن هذه الكلمات ستفيدك أحسن من النسخ والاقتباس من كلامي ابحثوا بنفسكم لتعرفوا الحقيقة من يريد أن يختصر الأمر فأنا اختصرت كل شيء بفيديو يوم أمس طولة ربع ساعة ولم أقول أبدا أو بكل حياتي أن دفع الضريبة لألمانيا أو لأي دولة أخرى هو شيء سيء بالعكس أنا كمواطن أحب أشوف الناس تدفع ضريبة للدولة لتنعكس الضريبة على خدمات إلنة ولكن كرجل مسؤول وصاحب عائلة كفرد أفكر كمواطن أفكر كفرد أعتقد أنه كلما دفع الضريبة أقل قدر الإمكان كان الأمر أفضل فقط المجانين لا يفكرون مثل ما أفكر من منا خصوصا من الطبقة المتوسطة لو خيروا هل تريد أن تدفع نصف راتبك ضرائب أو ربع راتبك ضرائب من مننا سيختار أن يدفع نصف فقط الغير طبيعي سيختار أن يدفع نصف من مننا لو مسك ثروة بيده ما راح يدافع عن هذه الثروة بكل السبول القانونية قدر الإمكان للحفاظ عليها أنت لو معك ثروة أو لو أنت مسؤول عن عائلة راح تدافع بكل ما أتيت من قوة بكل الطرق القانونية للحفاظ على ما تملك إضافة لذلك وكحق للرد مني فكل شخص يوم أمس انتقد تطرقي لمسألة كيفية تقليل دفع الضرائب فهو لو مسك كمية قليلة من المال أو كمية كبيرة من المال أو صارك عنده ثروة حيتخلى حتى ربما على الملابسة من أجل أن يدفع أقل قدر ممكن من الضرائب نتحول الآن للموضوع التالي ألمانيا تبدأ الترحيل هناك أخبار هامة لجزء كبير من المهاجرين بألمانيا هذا اليوم بدأت ألمانيا بعمل حملة كبيرة للترحيل طبعا لترحيل بعض الأجانب تحديدا اللاجئين وبحسب تقرير إعلامي نشر هذا اليوم بالصحف الرسمية هذا هو مصدر كلامي أصدقائي أنا لا أقول بشيء من عندي كل كلامي من مصادر موثوقة ومتابعين القدامى يعرفون هذا الشيء فتقول التقارير أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت أعلى نسبة ترحيل بتاريخ الحكومات الألمانية الحديثة يعني بتاريخ ألمانيا الجديد وتقريبا 4700 حالة نجحت ألمانيا بترحيلهم فقط خلال شهر واحد شهر اثنين وشهر ثلاثة من سنة 2024 وبحسب وسائل الإعلام فإن الأشخاص اللي تم ترحيلهم ليس لديهم وضع إقامة هذا يعني أما لاجئين مرفوضين رفضت طلبات لجوءهم أو انتهت إقاماتهم ولأي سبب من الأسباب هناك أسباب عديدة لتنتهي إقامة شخص ما وأغلب المرحلين هم من مقدونيا تركيا جورجيا وأفغانستان وصربية الملفت للنظر أنه أفغانستان بعد أن مسكتها طالبان هناك ترحيل إلى أفغانستان بنفس الوقت هناك 7048 عملية ترحيل فشلت أيضا بالأشهر الثلاثة الأولى من 2024 الإحصائيات يعني ما تشمل الشهر اللي إحنا به بعد ما منتهي دائما جمع البيانات يعني يكون بعد شهرين من الآن مثلا تتوفر بيانات شهر خمسة الربع الأول من العام الحالي 7084 عملية ترحيل فشلت هذه عمليات الترحيل أغلب المرحلين بيها هي يعني للأسف لأشخاص من أبناء دولنا العربية متعلقة بملفات لجوءهم طبعا سياسيين بحزب اليسار حزب اليسار دائما متعاطف مع اللجوء واللاجئين والمهاجرين يتهمون الحكومة الألمانية بأنها عندها هوس وهذا الهوس هو هوس ترحيل الأجانب بينما سياسيين من الأونيون الأونيون لمن لا يعرف هو حزبيت سيدو و سي اس او جماعة ميركل الآن لديهم أكبر شعبية بألمانيا لو تحصل انتخابات سيفوزون بالتأكيد بحزب أو بالتحالف الأونيون هناك فكرة وسياسيين حتى راح حولي رواندا من أجل تحقيق هذه الفكرة وتطبيقها بالانتخابات القادمة أو بعد الفوز وهي عمل اتفاقية مع رواندا مشابه لاتفاقية بريطانيا لترحيل من يصعب ترحيله يعني يقول للاجئ ما عندك أوراق ثبوتية أوكي انت ملاحق ببلدك الأم مهما كان بلدك الأم أوكي إذن ما راح نرح لك البلدك الأم بل إلى رواندا تقدم هناك لجوء بالدولة التي تقع بنصف أفريقيا يعني هذا هو حل لتقليل أزمة اللجوء حسب جهات سياسية عديدة الموضوع التالي أصدقائي تحذير لمن يشتري من هذه المحلات ايكيا أو عفوا ايديكا ومتجر نتو أنا دائما يعني أخلط بين ايكيا و ايديكا الآن بألمانيا هناك علامة سحب كبيرة لمنتجات هذه المنتجات تباع بالسوبر ماركت الكبيرة فقط ايديكا و نتو تقريبا بكل الولايات الفيدرالية الستة عشر ما يحصل هو زبائن الناس عاديين راحوا لناتو و ايديكا اشتروا خبز من السوبر ماركت اثناء تناولهم للخبز انتبهوا انه توجد قطع خشبية صليبة و حادة بفمهم البعض للأسف يعني منتبه على هذه القطعة بفمه بلعها للقمة الخبز و انتقلت لجهازها الهضمي سببت لهم مشاكل بالجهاز الهضمي بدأ الامر بولاية تورينجين و شمل لاحقا ولايات عديدة اخرى التحذير يشمل شركة تبيع مخبوزات باكياس لسلاسل السوبر ماركت اسم الشركة هذه شركة مشهورة تبيع مواد غذائية باسعار رخيصة بالمقارنة مع الشركات الاخرى والمشمول بالتحذير هو هذه الانواع من المخبوزات اللي دا تشوفوها بالصورة اصدقائي تشترى بكميات كبيرة بالمانيا تكون مغلفة باكياس تباع بالبرادات تباع جامدة او تباع خارج البرادات بمندس هالباركايت يعني فترة نهاية صلاحية تمتد لمدة بعيدة انا انصح دائما من يريد ان يشتري شيء صحي اكثر يعني لا تشتري اشياء يكون اكسبايرها او نهاية صلاحية تتمتد لمدة بعيدة فهذه بها مواد حافظة كثيرة ولا انا اصدقائي انتبهوا منها انشروا هذا الفيديو اللي معارفكم لاصدقائكم بالمانيا ليكونوا يعني واعين للمخاطر طبعا ما هو سبب وجود الخشب بالخبوز او يعني قطع خشبية ممكن تكون حادة تسبب مشاكل صحية سبب وغير معلوم ولكن السياريوهات هي متشابهة اما يكون نتيجة خطأ بشري او يكون الامر نتيجة منافسة قدرة بين الشركات لتشويه سمعة الشركات الاخرى لحسن الحظ هناك اجهزة رقابية تنتشر وتنشر وتحذر الناس بالوقت المناسب بالنسبة لمن سيقول الخبز العربي هو افضل حل طبعا انا كنت استهلك خبز عربي بكمية كبيرة بالسابق اما الان انا قاطع القمحيات كلها يعني لا خبز لا نودل لا هاي الامور لاسباب احترازية مثل ما يقال فكان ببضع مرات يعني ثلاث اربع مرات لما كنت اشتري خبز عربي بمختلف الشركات نجد شوائب بالخبز مثلا كيس من خيط من كيس الطحين او شوائب سوداء يعني لا يوجد تركيز اعلامي على هذا الامر كون قليلين هم من يشترون الخبز العربي بالمقارنة مع هذه الاشياء فبالتالي يعني ما نسمع اخبار عن المنتوجات اللي تباع بالمحلات العربية الموضوع التالي اصدقائي موضوع مهم تركته للاخير هل بدأ الوباء الجديد وبلحم الابقار تحديدا وبمنتجات الالبان طبعا قبل ان نبدأ بالشرح فكل ما تقتر بالانتخابات الامريكية يحصل وباء وباء الكورونا بال2020 يعني حصل وكان بنفس السنة انتخابات كان ترامب رئيس لامريكا وكانوا بالحكم يعني ترامب وجماعته مو مؤيدين للتلقيح ولا لفرض الكمامات بالشكل اللي يعني الديموقراطيين مؤيدين الى طبعا لاحقا هاي الامور فرضت حتى على الناس باوروبا وبدول عديدة بالعالم فانتخب الناس الديموقراطيين لانهم كانوا ب2020 يستهينون بطريقة ترامب وجماعته بيعني ادارة الوباء الانتخابات الامريكية قادمة هذا العام بنوفمبر 2024 وهناك كلام حطوها بين قوسين على وسائل التواصل الاجتماعي يعني ليس بالضرورة ان يكون ذو مصداقية عالية انا من واجبي انه اشير لهذا الامر وايضا انشر لكم الكلام اللي هو من مصادر رسمية طبعا الكلام يربط ما يحصل بمزارع الابقار بالانتخابات الامريكية علما ان السلطات لا تعترف بهذا الربط اللي يصير الان هو انتشار لافلونزا الطيور هذا الشيء حقيقي وسائل الاعلام ومصادر ومثوقة تقول افلونزا الطيور تنتشر بمزارع الماشية بامريكا وتصيب تحديدا الابقار ابقار الحليب بهذا المرض يعني لحم البقر وحليب البقر الاجبان وكل ما هو مرتبط بالبقر قد يكون ملوث ما هو كان معروف حتى الان من مصادر رسمية حتى قبل يعني فترة معينة هو ان المرض انتقل من الطيور الى الابقار بقي عند الابقار الان طبعا او السبب هو انك الطيور يعني ما تعرف حدود تدخل بكل مكان خصوصا حضار الابقار يدخل طير مريض وينقل المرض للعلف اللي يأكل البقار وينتقل الى الابقار الجديد بالامور والملفت للنظر قبل الانتخابات الامريكية بامريكا لأول مرة تنتقل افلونزا الطيور لفيروس H1N1 ها أينس انتقل من الابقار الى البشر امريكا تسجل اول حالتين لانفلونزا الطيور بين البشر حسب المركز الامريكي الرسمي للسيطرة على الاوبئة والامراض اسمه يعني CDC Centers for Disease Control بامريكا ايضا يقال ان ولايتين تكساس وميشيغن هاي الولايتين وتسعة ولايات اخرى تفشى بهم المرض وحسب ما نشرت الصحافة الالمانية تحديدا مصدر كلامي هو فان يعني اختبار حصل للحليب اللي يباع بالسوبار ماركت تم بيه اكتشاف ان 20% من العينات اللي تم اختبارها من كل الولاية الامريكية هي بيها اجزاء او بيها يعني عينات من فيروس افلونزا الطيور طبعا موضوع انتشار المرض والفيروس بالالبان خصوصا بالابقار يهدف لحث الناس الى التقليل او الامتداء عن استهلاك الالبان واللحوم والتحول الى الطعام النباتي ويخدم فكرة يتم الترويج الها بامريكا ببعض الدول الاوروبية الفكرة تعتبر ان البقرة هي يعني شيطان العصر هي تصدر انبعاثات حرارية الالبان تسبب السرطان الحليب مضر بالصحة وتصدر غاز الميثان وكل كيلو لحم بقر حتى نحصل عليه لازم تأكل البقرة كذا طن علف والف لتر مياه ومن هذه الامور فهذا كان اصدقائي اهم ما تتناول وسائل الاعلام هذا اليوم ان شاء الله تكونوا من استفاديته كل من يحب يتابعني باستمرار تأكد من اشتراكك بالقناة نلتقي في فيديو اخر مع السلامة